أستاذ بالنسبة للاختبارات أنا اكتشفت أنه يعني الإجابات الغلطة اللي كنا بنجاوب عليها هي بتكون بسبب اللي تفاهمنا أنه لما يكون الشخص أو الطالب فاهم المعلومة كويس فهو بيجاوب صح حتى لو كان اختيارة السؤال حتى لو كانت متقاربة جدا فهو بيعرف يختار الإجابة الصح ما بين الاختيارات دي وكمان في الاختبارات اللي كنا بنعديها اكتشفت أنه إحنا كنا يعني جايين بعقلية الاختبارات القديمة بتاع الدراسة العادية الدراسة المادية فكنا إحنا بنشوف الإجابات منفصلة عن بعض يعني بيكون السؤال عن حاجة معينة وبيكون في اختيارات فإحنا بناخد كل اختيار على أساس أنه منفصل عن باقي الاختيارات التانية في حيث أنه علوم الميتافيزيكس يعني مش زي العلوم المادية لا كل العلوم كل علوم الميتافيزيكس مرتبطة ببعض يعني تفعيل طاقة الكواكب اللي درسناها مرتبطة بتفعيل طاقة الأبدية مرتبطة بكل حاجة إحنا درسناها فهنا بيجي موضوع الاستنتاج يعني بيبقى فيه أسئلة بيبقى لازم الطالب يكون عنده قدرة على أنه يستنتج يعني مش شرط أنه إحنا ندرس واحد زائد واحد يبقى اتنين لا لازم إحنا العلوم دي بتتعلمنا إزاي إحنا نتعلم نستنتج الإجابة الصحة حتى لو مثلا ما درسناش النقطة دي لا بس بنكون إحنا درسناها مجزأة في محاضرات كتيرة فالفكرة أنه لازم نفهم أن علوم المتافيزيكس متصلة ببعض يعني كل محاضرة بتكمل التانية مش منفصلين طيب أنت ماذا تنصحين الطلاب الجدد يعني الآن لدينا طلاب يرغبون بالانضمام لمحاضراتنا وبرامجنا في علوم المتافيزيكس ماذا أنت تنصحهم كطالبة أنت يعني عندك الآن سنتين أنت أعتقد أعتقد سنتين وأيضاً سنو يعني طلع في سنتين يعني طيب سنو شوي وأنت اشتزت امتحانات أنت يعني عملتي اختبارات وكزات يعني اشتزتها قسم منها اشتزتها ما هي النصائح اللي توجيها ممكن للطلاب لأن لدينا الآن طلاب يستعدون أيضاً للامتحان أو امتحانات قادمة وهي أول يعني أول تجاربهم ممكن في علوم المتافيزيكس ماذا تنصحين أولاً بالنسبة لي أنا بشوف أنه الاختبارات دي هي مش حاجة صعبة اللي بيفرق في الاختبارات دي أنه إحنا لازم ندرس المحاضرات كويس دي أهم حاجة والنصيحة اللي أنا حاب أديها للطلاب الجدد أنهم ما يشوفوش الاختبارات دي مجرد درجات وكده وأنهم لازم يجيبوا أعلى الدرجات ويسيبوا الحاجة الأهم وهي أنهم يفهموا كويس علوم المتافيزيكس لأن الأساس يعني الاختبارات دي هي بتخلينا يعني نستوعب أكتر المعلومات اللي إحنا خدناها يعني بتساعدنا أكتر أن إحنا يعني توسع فهمنا ومداركنا للعلوم دي هل وجدتها عفواً هل وجدتها سهلة صعبة كيف وجدتها كيف رأيتيها مشاعرك باتجاه الكوزات دلوقتي يعني دلوقتي بعدما اقتست الاختبارات وطبعاً بعد يعني تغيروا الوعي بتاعي وفهمي للأمور فبشوف أنها سهلة يعني نقطة الخطأ اللي كان عندنا زي ما قلت إنه إحنا كنا بنشوف إن العلم دي منفصلة عن بعض بحيث لا هي متصلة ببعض يعني لازم إحنا نشوفها إنه كل ما حضرة بندرسها معك أستاذ فهي متصلة مع اللقاب لها يعني مش حاجة مستقلة فدي النقطة اللي هتفرق يعني تفرق لكل طالب هو لو ركز إنه كل محاضرة متصلة ببعض إنها بتكمل يعني مش حاجة مستقلة فده هيفيده في إنه يجاوب يعني مثلاً إحنا سبقوا درسنا مثلاً تفعيلات النجمة الخماسية يعني علوم الأسترولوجي والاتصال بالملائكة وكده فمسلاً في المحاضرات اللي بنعملها دلوقتي يعني خلاص إحنا عدينا الحاجات دي بس في نفس الوقت الإختبارات يعني فيها حاجات هتكون برضو مرتبطة بالمحاضرات دي فالطالب لازم أهم حاجة إنه شوفي العلوم دي ككتلة وحدة كل محاضرة بتكمل التانية ولهذا يعني أنتم أيضاً جربتم أقصد في حياتكم الدراسية أنه أنتم بدأتم مثلاً بيعني أساسيات علوم المتافيزيكس ووجدتم أنفسكم وعيكم يتجه إلى دراسات أخرى أقصد في المتافيزيكس مثل ما اتفضلتي تفعيل طاقة الكواكب وبعدها تفعيل طاقات الطبيعة وبعدها يعني مثلاً درسنا الهندسيات أو الأشكال الهندسية من المعاني الروحية ثم حتى درستم الهيرماتيكس وعلوم السحر وعلوم الأرقام وبعدها أيضاً ارتفعنا وصعدنا إلى يعني وضحنا علوم الحياة بعد الأرض يعني لساعدنا ما يترك الأرض وبعدها أيضاً وضحنا علوم الكائنات الفضائية وكيف تتصل معاها فهي كما أنت قلت هي متصلة يعني عندما تبدأ رحلة المتافيزيكس ففعلاً الموضوع الأول ينقلك إلى الموضوع الثاني والموضوع الثاني ينقلك إلى الموضوع الثالث والموضوع الثالث ينقلك إلى الموضوع الرابع لكن أيضاً أريد أن أضيف ما يزال هناك تخصص يعني ممكن شخص يستطيع أيضاً أن يتخصص فقط في علوم الشفاء هذا أيضا موجود أو ممكن تقول أنا أريد أن أتخصص في علوم تحقيق الأهداف أو ممكن تقول أريد أن أتخصص في الفلسفة الكونية في فهم يعني الكون هذا كيف يشتغل من المعاني الروحية أو ممكن شخص يتخصص فقط في التفعيلات هذا أيضا موجود يعني لكن الامتحانات هذه التي نقدمها يعني الطلاب الجدد نقول هي عامة مستواها يعني يكون عام أو شامل وهي تفتح أفق جديد تفتح فرص جديدة للطالب أنه نقول بهذا المعنى يتسلق يبدأ التسلق في هذه العلوم أريد أن أقول أيضا بالنسبة لمدرستنا هذا يجب أن يعرفه يعني الطالب الجديد ونحن وضحنا هذا كثيرا أن مدرستنا هي اتحادية وليس الثنائية يعني نحن لا نرى القطبية الثنائية ووضحنا هذا يعني نحن نرى أن العقل الكوني هو عقل الخير الأبدي والحب الأبدي والسلام الأبدي والجمال الأبدي العقل الكوني ما فيه تناقضية ما فيه تضادية يعني هذا مهم حقيقة للطالب الذي يريد أن يلتحق بمحاضراتنا وبرامجنا أن مدرستنا تدريسنا توجهاتنا نحن اتحاديون ضوئيون هكذا يعني بالنسبة للامتحانات أنا وضح جزء منها كيف تكون وأيضا أريد أن أكرر ممكن بعض التوضيحات أنا وجدت هناك يعني هو هذا الطالب في هذا النوع من الأسئلة الطالب لا يجيب إجابة صحيحة وهي يعني هو هذا النوع من الأسئلة أنك تختار الجواب الأقرب إلى الصحة ففي هذا السؤال هناك أي جوبة تكون متشابهة لكننا نحن نريد أنك تختار الجواب الأقرب إلى الصحة فلاحظ هذا السؤال لاحظه طبقا إلى ما درسته في كتاب قوتك الغير المنظورة ما هو تعريف الرب؟ نريد أكرر أنك تختار الجواب الأقرب إلى الصحة فهل هو أليف بمعنى هل هو طاقة تعبر عن ذاتها وتعيش هذا التعبير عن طريق تكوينها لعوالم مادية مختلفة في المستويات؟ وكل مستوى من المستويات المادية يمثل فكر الرب أي طاقة الرب؟ هل هو هذا أليف؟ أم باء هو عقل المحبة الأبدية؟ أم جيم هو عقل الذكاء الأبدي؟ أم تختار دال؟ نقرأ دال، دال هو طاقة تعبر عن ذاتها وتعيش هذا التعبير عن طريق تكوينها لعوالم مادية مختلفة في المستويات وكل مستوى من المستويات المادية يكون منفصل عن فكر الرب؟ فماذا تختارون؟ طبعاً لو تجدون أن أليف هو صحيح هذا طبقاً إلى كتاب قوتك الغير المنظورة أو إلى فلسفة علوم المتافيزيكس أليف هو صحيح وباء هو صحيح وجيم هو صحيح يعني في المتافيزيكس العقل الكوني هو عقل المحبة الأبدية وجيم أيضاً العقل الكوني هو عقل الذكاء الأبدي وأليف أيضاً أن تعريف الرب هو طاقة تعبر عن ذاتها وتعيش هذا التعبير عن طريق تكوينها لعوالم مادية مختلفة في المستويات وكل مستوى من المستويات المادية يمثل فكر الرب أي طاقة الرب لكن الأقرب إلى الصحة هو أليف لاحظوا فالجواب الأقرب إلى الصحة مرة أخرى أقول هو أليف نعم هو باء صح وجيم صحيح لكن نريد أن نعرف هل يستطيع الطالب أن يميز ما درسه في الكتاب وهذا التمييز فهناك التشابه لكن نريد أنك تميز هذا التشابه فهذا وجدته من خلال الكوزات يعني الطلاب لا يجيبون الإجابة الصحيحة هذا فقط كل الملاحظة يعني أستاذ إيه عزيز أنت هو ممكن كملاحظة يعني الطالب لما يشوف الإجابة دال فقملة أنه الطاقة دي بتكون منفصلة عن فكر الرب يعني المستويات اللي تم تكوينها بتكون منفصلة عن فكر الرب طبعاً ده غلط فهو بشكل تلقائي هيستبعد الإجابة دال دال نعم وهي تبقى ألف وباء وجيم طبعاً قلنا باء وجيم صح بس الأقرب للصح يعني هي الشاملة يعني هي ألف هو الأقرب إلى الصح حسب ما يعني درسه الطالب في كتاب قوتك الغير المنظورة هذا يعني موجود في كتاب قوتك الغير المنظورة إنه هو طاقة أقرأه يعني ألف مرة أخرى هو طاقة تعبر عن ذاتها وتعيش هذا التعبير عن طريق تكوينها لعوالم مادية مختلفة في المستويات وكل مستوى من المستويات المادية ومثل فكر الرب أي طاقة الرب وبالطبع دال خطأ لأنه المستويات المادية ليست منفصلة عن فكر الرب هذا مهم يعني الذي أنت قلتيه فهو ليس دال بالطبع يعني ترجمة نانسي قنقر